وبصراحة شديدة الشيء بالشيء يذكر في كلام كتير ان محمد شاوي او كابتل محمد شاوي مرشح لتدريب المنتخب الولمبي بس الاتحاد الكورة كان اعلن ان المدير الفني للمنتخب الولمبي هيبقى اجنبي وهقول لكم معلومة في دي بس اكمل الجملة انه لو هنجي مدير فني اجنبي للمنتخب الولمبي اتمنى ان روي فيتوريا هو اللي يرشحه نقعد مع الراجل كده نقول له ترشح لنا مين مدرب للمنتخب الولمبي مين مدرب بيلعب زيك مين مدرب شبهك في طرق التدريب عشان لما ييجي تساعد لقيم المنتخب الولمبي المنتخب الاول ما يستغربوش ببقى ان احنا نتكلم على مشروع يعني بيتوريا مكمل معنا اربع سنين فخليه بقى يبدأ من تحت اوي مش بس المنتخب الولمبي ومنتخب الشباب والناشئين ونبدأ نشتغل بتوجهات الراجل ده الشيء هيبقى جيد وراءه بممناسبة المنتخب الولمبي عرض على الكابتل محمد شاوي انه يبقى مساعد للمدير الفني الاجنبي الجديد للمنتخب الولمبي وكابتل محمد شاوي رفض وطلب انه يكون مدير فني للمنتخب الولمبي مش مساعد للمدير الفني دي معلومة بس حبيت اقولها لحضراتكم في وسط الكلام